السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله عندنا وحد الوصفة يلزع لكم شوي اللي كي يجي من اروع ما يكون وتابعوا معي الفيديو الاخير والعجبكم لا تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوسطوا الجديد بسم الله انا عندي هنا ايو حد لاطة اللي غدي ندير فيها بحال هكا جوج حبات ديو البدينجان وجوج حبات ديو الفلفلة وانتم ما كتديروا حساب الحساب افراد العائلة وغدي ندير هنا يا فصوص ديال التومة هكا صينين بالقشرة ديالهم انا هنا ندرت واحد ستطلف فصوص باش غدي تهم ما كيتشواوا ما كتديروا فيهم لا زيت لوالو صافيو كنديروا بفل فران كيتشواوا او بعد ما كن نساليو هكا من كنطيبو الخبز وكن ندخلهم هكا كنشوهم في الفران سوف يجبت هنا بعاد الحبات ديو الماطيشة اللي غدي ندقيهم كنحيد لهم الزريعة ضروري ما كنحيد هاد المدية لهم و الزريعة كنخلي عرلها بحال هكا إلا بغينا هكا هاد البدينجان ينجح معانا وهد زعلو كننجح وكيجي رائع وكيجي لديد تنحيدو هالزريعة صافي بعد ما كنننقي هكا ماطيشة كاملة حتى كنكملها غدي نقطع هكا طريفة ترقاق وهد زعلو كرا كيجي لديد وجربوه وردو عليا في التعاليق بحال هكا كنرفقو به الحوت او كنرفقو به بحال هكا أكلات كنقطع ماطيشة حتى كنستمر لي حتى كنكمل ماطيشة اللي عندنا غدي نحيد هادك الوسطاني دياله هادك العظم اللي تيكون في ماطيشة صافي كنستمر لي حتى كنكملها وغدي نجيب واحد المقلة او طنجرة كندر فيها الماطيشة ديالنا شفتو معايا رمى فيها لا مالة والو صافي غدي نصد عليها وكان حتى فوق البوطة كالطيب كندر شوية ديال الملحة سسب يشعر العفية لática تكون مهيلة تمنحو اشع przypadلة كندران لوقت لهذه المطلوبة هكا ونقوم بالكازلة ي gust territم طويل هذه المطلوبة كيف أقول لكم كان الدمية ؟ ارتداد اللوا ما دمك المسخد لا تكون دمك العفية لأو الطويلة هنا ما كان نوجدوها حتى كي تشوالينا بحلقة الدنجال عدا باش كان نوجدوها ضمطيشة او ما كان نشعلو عليها حتى كنشوه الدنجال وكنشوه الفلفلة كنصيبوهم كان وجدوهم عدا باش غادي ننشعلو سوف نغطيه سوقس 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 نغطيه سوقس نحيد القشرة لانه ارجع فيه هاد العرق دياله دغيك هاد القشرة ديال البدنجان ما كيضيعش ثم شفتو معايا كيفاش هاكا تحيد الجلدة بسهولة كتحيد مدرنا فعله زيت لواله بحلقة الناس ديال الريجيم والناس اللي يديرين هاكا الحيمية وما كيبغوش كترت التوابيل وكترت بحلقة الدهون يعني البدنجان راه صحي بحلقة نرافقه به الأكلات صفي قدي نقطعه راه طيب راه تبارك الله هكا طابجة بحل المخ صفي قدي نقطعه بحل هكا ونحطه على الجنب قطع البدنجان الاخرى قدي نرجع الفلفلة نحتهي كنحيد للقشرة بسهولة لأنه إلا غطيناه كيرجع فيه من ذاك العرق ما كتلقاش فيها ما كتلقيش مشكيل ما كتلسقش عليها هكا الجلدة صفي نحيد زريعه ما كنغسلوها موالو كنخلي وديك البنة ديال الشيواء هي اللي كتعطي البنة هكا في الفلفلة وفي الدنجال حال هكا يلي شويتوهم ما تغسلوهمش صفي هنا يبعد ما قطعت الفلفلة غادي نجيب هكا التومة كنحيد لها القشرة حتى هي رهت شويتو وفي هذا الوقت ضروري ما كننقويها كالتومة لأنه صحي يلينا والوليدات مع هذا النزل للبرد صفي هنا غادي نجيب البنجال كنزيدو على ما طيشة موالا وكنجيب الفلفلاتهية وطومة وغادي نبدأ تندلك وعافية مهيلة وانا كندلكها بحال هكا باش كيت تدلك لنا هاد البنجان وكيتخلط مع ما طيشة هنا كيف ما قلت لكم ما غريش نقوي التوابيل هنا درت واحد المعلقة ديال المعدنوس اللي كتكون ميبسة كندير الملحة لانا ما داشت الملحة فالول بالساف كندير الملحة حسب الطوق وكندير الكمون فقط هما اللي كندير وغادي نضيف الزيت البلدية او زيت الزيتون كندير واحد ربعات المعالقة ديت زيت البلدية او زيت الزيتون صافي كندير الملحة وكنديرها شوية بحال هكا لان رال البنجان طيب ما طيشة طيبة فلفل احتهي رها طيبة نحن اخلطه وحنا تسدنا هكا نميسه وها هكا بلد مع القضيه العود صافي وكن نطفيو عليها بعد ما كطيب رها كنطفيو عليها يومين أو ثلاث يام يومين أو ثلاث يام يومين تحضير التحضير يومين نضيفه كاملة لانه يومين نضيفه ثلاث يومين نضيفه يومين نضيف الزيتون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة